كالمخدر بات اللبناني يعيش أيامهم في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر والدولار الذي حلق عالياً بسعر صرفه خلال الأيام الماضية فبات عاجزاً عن مقاومة ما يحصل ليأتي هبوط سعر الصرف اليوم عادياً لمواطن تأقلم على كل شيء غير اعتيادي حسنا كلها لعبة بتصير يصحب الدولار من المواطن يرجع قده المعه دولار ما بتفرق معه العطرة على اللي ما معه دولار يعني اللي معه لبناني طلع الدولار وما طلع الدولار إنه هو يعني مش هتفرق معه بالحالتين هيكون فقير هبوط سعر الصرف المفاجئ جاء بعد بيان حاكم مصر في لبنان رياض سلامي الذي أعلن فيه رفع سعر الدولار على منصة صيرفة إلى 38 ألف ليرة للدولار تقريباً في حد معين يمكن بركي 100 مليون بيشتروا دولارات أو أكتر شوي بس هيدا شي بيخليهم يروحوا على المنصة الصيرفة وعلى البنوك ويبتعدوا شوي يعني بيكافح أو بيلجم شوي دولار السوق السوداء بس إلى فترة معينة فقط اللي كلنا متأكدين منه لأنه هذا الشي صار بنهاية العام 21 اليوم عم يصير بنهاية العام 22 اللفت في بيان حاكم مصر في لبنان تطرقه إلى عمليات تهريب الدولار إلى الخارج والتي ساهمت في الأزمة تخبط بالموضوع السياسي فيه تخبط بالبلد ما فيه إصلاحات بنفس الوقت فيه ضغط على الدولار الأمريكي فيه مضاربة بشكل مش معقول هي كمان سبب كبير أنه عم يرفع الدولار نحنا لاحظنا بالأرقام أنه الاستيراد للبنان صار تقريبا 17 مليار دولار وهذا يمكن بأكد الشي اللي عم يحكيه حاكم مصرف لبنان أنه عم بيكون فيه ضغط على الدولار لسوريا والأرقامية اللي بتقولي 17 مليار دولار اليوم استيراد للبنان يعني هذا الشي بأكد كمان أنه نحنا اليوم عم نستورد لاقتصادين يحاول مصرف لبنان في قراره الأخير امتصاص الكتلة النقدية الكبيرة من العملة اللبنانية التي يتم استخدامها في تأجيج عملية المضاربة على العملة وشراء الدولار من السوق السوداء لكن مخاوف الخبراء إن كانت إيجابية هذه الخطوة ستكون محدودة المدة انتخاب رئيس للجمهورية تشكيل حكومة التدقيق المالي الجنائي والإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي كفيلة ببدء رحلة الخروج من الانهيار الاقتصادي بدلا من قرار مصرف لبنان الذي اعتبره عدد من الخبراء حلا مؤقتا وغير مضمون ناهد يوسف العربية بيروت